اشتركوا في القناة 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 فالسكريبتات هتساعد في القصة تمام فخلينا نهاردة نشوف ازاي هيكرية الجروبات طبعا احنا كنا واقفين في المرة اللي فاتت عند دي ارقم خمسة وعشرين خمسة وعشرين اربعة وخمسين خلينا نشوف السطر اللي هينفز السكريبت بص يا جماعة اي دي السطر من الرقم 3 الحد السطر الرقم 10 هو ده اللي هيكرية الجروب والسطر ده في السكريبت باختصار بتقوله لا سمحت اعمل لي نيو اكتف داريكتري جروب خلاص ده الكومنت ونيو اكتف داريكتري جروب دي اسمها ومكانها موجود في ملف csv اسمه all security groups او ملف text ادي هو الملف اهو زي ما احنا شايفين ده اسم الجروب مكانها فين تمام نوع ايه جوا دومين واحد ولا على مستوى الفورست كلها تمام نوع الجروب ايه اخبارها والوصف بتاعها خلاص ده باختصارش دي جدا الملف اللي موجود في الكلام ده طيب عايزين يشوف اداوات السكاء الاصطناعي يقول لهم يا جماعة معلش طيب الشكل ده تسمية الجروبس بالطريقة دي هل ده كويس ترتبهم كده هل كده ده كويس في عندك اي ملاحظة على الملف ده فهنروح على الادوات السكاء الاصطناعي طبعا اللي احنا بنستعمالها حالي اللي هي هنجي كده هو ونقول له لو سمحت نعمل كده نفس الوصف ده نقول له analyze csv file كده هو وطبعا يا جماعة معلومة الادوات الادوات السكاء الاصطناعي اللي بتقبل ملفات pdf او ملفات text هم ادتين حقيقة chat gpt4 و cloud3 بيقبل ان انت تحط له pdf او text file gemini free version ما بيقبلش بصراحة هو بيقبل صور بس وبالنسبة لcopilot بيقبل صور فقط لغير فدي ميزة في chat gpt وقلود ان هو بيقبل pdfات تقدر تديله pdfات يلخصها لك حتى وممكن تديله text way ويحلله ويديك اللي جوا خلاص فهنروح الداخلين كده هو ونقول له لو سمحت نفتحنا كده نقول له لو سمحت انا عايزك تحللي الملف ده اهو لي error analyzing it looks that where is a problem loading this v as based due to the issue with the format let's try another approach هو بيقول ان هو مش قادر ان هو يشوف الملف بساعات بتحصل على فكرة error ده جماعة بس خلينا برضو نشوف برضو error analyzing it seems specific structure not being handled correctly طيب خلينا نشوف هو راجل كاتب ايه نسوان يا جماعة واضح ان في مشكلة ان ما في ان هو مش عارف هي قرى الملف رغم انه قبل كده اه هو ما فيش اي مشكلة تماما خليني اه اعمل حركة كده شوية نعمل اه هنروح عاملين كده خلاص هنحاول ايه قبل كده هو قردي عامله وفيش مشكلة فهنعمل نفتع شات جديد ونحط نفس الكلام كده ونقوله analyze خلاص وينشاوله على الملف كده هو ساعات يا جماعة بيحصل errors من النوعية دي فما تتوقعوش برضو ان هي شات جي بيتي ساعات وتطلع منه مشاكل هنعمل كده خلاص وعبال ما يعمل الشات جي بيتي هنروح راحين كده ونقول له كوبي ونعمل نفس الكلام في هنروح راحين هناك والقل على كده هو كنترول بي والقل على الملف زي ما احنا شايفين ادي كل انواع الملفات التي انت ممكن تعمل لها اه يعني انت تحطها له ادي سواءني ايه واد هنقول له لو سمحت اديني ردك على العداة دي او على التكست فايل ده وبرده فيه طريقة على فكرة جماعة ممكن نلف بيه عليها. يعني لو لقيت ان هو مش عارف مش بيقبل الملف قلقوا طريقة تتجاوزوا المشكلة دي. يعني هخليها روحي نجد الوقت كده. ونقول له ايه? لو سمحت حللي الملف ده برضو. يفرض ان انتوا لقيتوا مثلا اهو. لو لقيت ان هو مش عاقبه كده ممكن نفتح الملف ونجيب كوبي من جواه ونحطه في الشات جي بتي. طبعا ام ده لو هو معارفش يحلله. اهو حلله مثلا اهو. ماشي? بتقدر الراجل يحلل اهو. قالك ان انا الملف اللي انت او اللي انت بتجهولي ده بيحتوي على فيه كزا عمود. خلاص كده العمود اسم جروب او يو المكان اللي هي هتتحط فيه. خلاص هنا بيقول لك زاني بس خلينا نكمل كده. هو دلوقتي بيحاول انه هو مش عارف هنا بقى. اه هنا بقى بيبتدي يديك يقول لك هو انت شغال ازاي او ايه طريقة الجروبس معمولة باي طريقة. بص يعني هو دلوقتي جيه قالك ايه شايفين? جيه قالك ان انت عندك ملف جواه سيكيوريتي جروبس في الاكتف داريكتري. خلاص الملف ده بيحتوي على واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة عميد. العمود جروب نيم ده اسم جروب. ارجيزيشنالية المكان اللي فيه جروب سام اكاونت سيكيوريتي اكاونت مانجر او دي اعتبر يا جماعة الجروب نيم والسام اكاونت نيم ده اسم الجروب. خلاص. جروب كاتيجوري هي كاتيجوري بتاع ايه? سيكيوريتي ولا ديستربيوشن. جروب سكوب هل هي جلوبل ولا يونيبيرسل ولا نوعها ايه بالزبط الجروب دي? السكوب بتاعها يعني المدى بتاعها فين? هل على مستوى دومين واحد? يعني الجروب دي هتبقى هتطبق هتاخدها تطبق بيها اه صلاحيات او بتدي صلاحيات على مستوى دومين وعلى مستوى فورست ولا ايه بالزبط? خلاص. ديسكريبشن اه وصف بتاعه. بيقولك ان فيها خمستاشر انتر. يعني انت عندك خمستاشر جروب. خلاص? موجودة. خلاص? ومديك شوية ايه? ايه اكزامبلز كده بيقولك ايه جروب ايه بيقولك بيقولك ان كل واحد من دول من الجروب دي معمول لديبارتمنت او ادارة معينة. لايك اي تي انجينيرز اوركو بايلوتز اورا بارت اوف اه هنا بيقولك انه واضح من التحليل ان قالك ان الجروبات دي معمولة لادارات. ازا كي بتده يفرم. بتده يحلل. يشوف الوصف بتاع الجروب. يشوف ايه الوصف بتاعها. ويبتدي يقولك اه واضح ان انت عامل الجروبات دي لكل ادارة. يعني انت عايز تعمل ادارة للحسابات وتديها صلاحيات. خلاص? وعايز تعمل ادارة الاي تي وتديها صلاحيات. وبيقولك ان دي في خلال جزء من اه مؤسسة متريكس. بتده يلاحظ البس. this structure helps manage access and permissions within a corporate organizational. اي هو بيقولك ان ان انت بتستعملها عشان تدي صلاحيات لمجموعة معينة من الناس في الاكتف داريكتري على حاجات معينة مثلا زي فايل سيرفر زي صلاحيات على الاكتف داريكتري لو في حالة ان هما اي تي مثلا. فالراجل واضح انه ايه? 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 حلل التحليل المبدئي. واداك ايه? وجهة نظر. ماشي? او قالك اده عبارة عن ايه? بشكل مبصق جدا. نروح على قلود نشوف رد قالك ايه? اهو يقولك بص بعين معلم الرد التاني. قالك قالك ايه بقى? قالك ان دي contains and if you msh about security groups that are created in active director. يعن دي جروبات في الاكتف داريكتري. وبديك العوامي دي. العوامي بيقولك جروب نيم اسم جروب. او المكان اللي في الجروب دي. هتتكرية فين في الاكتف داريكتري? في اني فولدر او في اني اورجنزيشن الانت في الاكتف داريكتري. سام اكاونت اسم جروب. خلاص دي برضه ايه? ده الجروب نيم والسام اكاونت اسم الجروب جروب كاتيجوري هو ايه اخبارها بالزبط هي هتبقى سيكيوريتي ولا ديستريبيوشن جلوبال سكوب هالهي على مستوى دومين جروب دي هتبقى هتبقى على مستوى دومين وعلى مستوى الفورست ديسكريبشن الواصف بيقولك انه الجروبات دي هتتحط في ثلاثة راح محدد وحلل قالك اغلب جروبات دي هتروح في ثلاثة حددها قالك هتروح في هوفركرافت الايو اللي اسمه هوفركرافت وسيميلايشن وزيون يعني راجل تدى يحل لهو قالك اه يعني احسن شات جبيتي شات جبيتي قالك انه الجروب دي هتتحط في ماتريكس ماتريكس اللي هي المؤسسة كاملة او في الضمين كله. انا ما دا قالك لأ بص الجروب دي ودي 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 هتتحط في هوفركرافت في الايو اللي اسمها هوفركرافت طيب كل واحدة من دول بتدى يقولك ايه الوصف بتاع لك الموضوع. خلاص. هنا بيتكلم اه على كزا واحد او بيقولك مسلا فيها كزا 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 وبيديك وصفها. وفي الاخر خلاص بيقولك ايه? all these security groups are set to have a global scope which means that they can be accessed and used across all domains within the same forest. خلاص? طبعا دي هنا بيكلمك على يعني ايه global? خلاص? ال global يا جماعة group او global scope حسب انا ما فهمت ان هي ان انت تعمل group على مستوى الدومين. global على الاية تبقى group على مستوى الدومين. يعني ال group دي اللي هتعملها دي تدي صلاحيات لو هي global يبقى انت هتدي صلاحيات لمجموعة معينة من users على مستوى الدومين. دي اسمها global. تمام? universal اعتقد على مستوى الفورست. خلاص? وبوراجع معي او شوفه في جوجل. security groups are categorized based on the rules. بيكلم على انه ال groups معمولة على حسب هم بيشتغلوا اليوزارات دي. يعني انا مثلا عامل group اسمها IT يبقى. اللي محطوط جواها الناس اللي شغالين IT. خلاص? طيب. والراجل كاتب اهو بيكمل بيقولك كزا كزا. يعني الراجل ادى وصف الى حد ما ادق شوية او احسن شوية من شات جي بي تي فور. طيب نيجي بعد كده نسأل عمك شات جي بي تي. نقول له طيب بص عم شات جي بي تي. اديني بقى رأيك او اديني التوصيات بتاعتك. خلينا نطلع كده. ونجيب بس ايه? عايز اجيب الثانية واحدة. خلينا نمشي كده. ونقول له بصوا اهنقول له ايه? اهو. هناخد الرد ده ونقول له لو سمحت. كوبي. نيجي نقول له لو سمحت. اديني رأيك او بتاعتك. اهو خلينا نقول. نقول له لو سمحت اديني رأيك. على اللي انا عامله ده اكتف. سيكوريتي. اكتف داريكتوري. سيكوريتي. جروبس. ستركش. هنا دلوقتي بقول له لو سمحت اديني رأيك قل لي لما اجي اعمل اه سيكوريتي جروبس في الاكتف داريكتوري. ايه اللي انا ممكن اعمله? ايه احسن التوصيات في المجال عشان اعمل اكتف داريكتوري سيكوريتي جروب. وخليني نسأله. يبتدى برضو يقول لنا لازم ان انت تسمي الجروبات بقسامي واضحة. بحيس ان انت لما تيجي تبص في اسم الجروب تعرف بالزبط جروب دي بتاعت ايه ومين? خلاص? ادي حاجة. اه ليست بريفلش برينسيبل يعني كل واحد تدي له او واحد من جروبس دي تعمله صلاحيات على قده. يعني ما تعملش جروب. خلاص? وتديها صلاحيات كبيرة. انا مسلا عامل جروب اكاونتنج خلاص? ادي صلاحيات لبرامج الاكاونتنج لملفات الاكاونتنج. ما تدلوش مسلا صلاحيات لملفات ادارة تانية او ادي له صلاحيات اكبر من وظيفته. يعني هو راجل مسلا على سبيل المثال في الحسابات. خلاص? فياخد ايه الحاجات الخاصة بالحسابات. خلاص ما ياخدش اي حاجة تانية مختلفة. خلاص هو يعني انت تعمل جروب يعني او يعني ايه ان انت تدي كل واحد او كل جروب الصلاحيات الخاصة بوظيفته. جروب الاكاونتنج تاخد صلاحيات لملفات الاكاونتنج وشغل وبرامج الاكاونتنج. بتاع الاي تي ياخد صلاحيات لملفات الاي تي وبرامج الاي تي. خلاص ده خلينا كده نمشي واحدة واحدة. احنا قلنا اول حاجة لازم تكون التصمية واضحة. يعني على أسابين مثال هنا مثلاً لو شايفين التسمية دي matrix-it-hv matrix دي اختصار matrix فأنا أعرف كده أن دي في الدومين بتاعها matrix خلاص لو عندي كذا دومين ممكن نحط مختصر للدومين IT دي الإدارة خلاص IT دي الإدارة وHV ده OU لجواها الجروب دي فكده يبقى أنا عرفت من الإسم ده أولاً OU لجواها الجروب الإدارة اللي أنا حديها أو الإدارة اللي أعضاء في الجروب دي وفي أي دومين خلاص يبقى كده أنت عمل تسمية واضحة جداً ومميلة جداً خلاص طيب وstandardization بمعنى أنت برضو لازم أن أنت وانت من الإسم ده زي ما احنا بنقول كده تعرف الإدارة فين وموقعة فين دي إحنا خلاص عارفينها يعني المهم التسمية تكون تسمية واضحة تمام وتسمية تقدر منها تعرف الجروب فين بالظبط least privilege principle بمعنى أن كل واحد ياخد الصلاحيات اللي تفيد وظيفته وauditing membership لازم أن أنت تراجع أعضاء الجروبس كلها بشكل مستمر يعني على سبيل المثال أنت دلوقتي عندك واحد عضو في جروب الأكاونتنج خلاص الراجل ده اترقى بعدما بقى في الأكاونتنج بقى وده قسم تاني فلازم تشيله من جروب الأكاونتنج وتحطه في الجروب الجديدة اللي هي مناسبة لوظفته جديدة الراجل بقى أكاونتنج اترقى مثلاً أو راح لقسم الـ IT بقى تشيله من جروب الأكاونتنج وتحطه في جروب الـ IT لازم كل شهر تراجع الجروبس دي وتشوف أعضاءها وتشوف هل فيه أي شيء تغيير حصل لليزارات دي هل اتنقلوا من إدارة لإدارة اترقوا محتاجين صلاحيات أحسن أو أكتر أدي حاجة وبعدين جروب نستنج جروب نستنج بمعنى إيه وعن نستنج جروبس بص بمعنى إيه مثلاً أنا عندي جروب حسابات خلاص خلاص مديها صلاحيات على ملفات الحسابات وبرامج الحسابات عايزة ديهم صلاحيات تانية على حاجة تانية مثلاً عايزة ديهم صلاحيات على برنامج الـ HR خلاص؟ فبعمل إيه باخدهم يعني لو أنا مثلاً خلاص اتفقنا الـ HR والأكاونتنج خلاص يقدروا يأكسسوا حاجة بعض فباخد جروب الأكاونتنج أحطها في جروب الـ HR خلاص بحس كده يبقى الأكاونتنج يقدروا يخشوا على حاجات الـ HR دي اسمها نستنج أخد جروب جوه جروب هنا بيقولك أنه ما تعملش الحكاية دي كتير يعني ما تعملش الحكاية دي بشكل يعني متكرر لأن ده ممكن يعمل لك مشاكل خلاص خلي الموضوع ده على أقل شيء ممكن خلي المواضيع أن هي جروب تحط إلى صلاحيات عايز بقى أن أنت تحط بقى مثلاً جروب جوه جروب يبقى الموضوع بحساب ومعروف عشان ده ممكن يعمل مشاكل خلاص؟ clear hierarchy establish a document clear هنا بيقولك طبعاً documentation للموضوع النستنج لو أنت هتحط جروب جوه جروب بلازم أنت يبقى عندك documentation بالكلام ده أنت عارف أن جروب الأكاونتنج دي محطوطة فيه جروب تاني بلازم أبعارف جروب دي جوه مين هو أي جروب لأن ده زي ما بنقول ممكن يعمل مشاكل موضوع النستنج ده لازم يتعامل بحساب خلاص؟ والdocumentation بيقولك لو سمحت دايماً كل حاجة عندك تبقى معمولة في documentator documentation يعني مكتوبة وفي ورق يعني أو معمولة في text file أو موجودة في Excelات خلاص policy enforcement بمعنى أن أنت مايش يوه بجميع الأحوال يعني documentation الرجل ما بيتكلمش على حاجة معينة security audit ولازم تراجع باستمرار باستمرار لازم تراجع الجروب دي باستمرار وتشوف أعضاءها تمام؟ لازم تراجع الكلام ده بشكل مستمر فيه واحد ترقق فبقى لوص الحياط ما تنسبش الجروب اللي هو فيه واحد اتنقل من إدارة الإدارة يبقى لازم برضو تراجع الجروب وتشيله من هنا توديه في حتة تانية حسنا management أو automation and tools بمعنى هنا بيقولك إيه لازم عملية كاريات الجروب ومرقبتها دي تبقى عن طريق أداة أداة يعني عسبي المثال مثلا في بعض السوفتوير زي مثلا أنا فاكر كان manage engine عاملة حاجة للأكتف داريكتوري بالطريقة دي يعني برنامج بيرائب اليوزارات والجروبات وبتدي يقولك عددهم كام وإيه اللي حصل تغيير دي أدوات لأنها مرقبة بترقب لك اليوزار والجروب خلاص فدي مهمة وتوتوميت لو عايز تكارية عدد كبير من اليوزارات والجروبات مثلا ممكن عن طريق manage engine دي يكاريت لك الموضوع ده أوتوماتيك تمام طبعا إحنا بنشتغل بسكريبتات والموضوع ده معروف خلاص integrate with identity management يعني في جميع الأحوال هنا بيتكلم على control يعني برضو فكرة أنت أن الجروب تبقى بتأكسس حاجات معينة وخبالك يا هي حيطة identity management دي اللي هي الهوية حاجة معروفة زي بام أو ناس بتسمعناها حاجة برضو لها علاقة بي بأننا من خلال البرامج دي قدر control مين يدخل عليها periodic training يعني periodic training لازم regularly train IT staff administrator on best practice for any management هنا بيقولك بقى طبعا لازم أن أنت تعمل تدريب للإصطافة عندك طبعا يعني لحد ما الراجل طلعنا منه بمعلومة أو اتنين أن لازم يكون الجروب متسمية بتسمية واضحة منها ممكن أن أقدر أعرف الجروب دي فين وأن كل جروب تاخد الصلاحيات المناسبة لوظفتها وما نعملش جروب ناستين كتير ما نحطش جروب جوا جروب لأن ده ممكن يعمل لنا مشاكل خلاص دي الفكرة خلي دايما فكرة النستينج ما تعملاش ما تحطش جروب جوا جروب خلاص إلا للضرورة قصوى تبقى عامل حسابك وتجرب تشوف لحطة جروب جوا جروب إيه اللي هيحصل هل الصلاحيات هتتضارب مع بعض هل هتمشي من غير مشاكل جرب الكلام ده خلاص طيب تعالوا نيجي بقى نشوف نفس الكلام بنسبة لكلود لو جينا هنا وقلنا له ادينا بتاعتك بس مش لثواني هنيجي هنا هنيجي كده ونقول له لو سمحت ثانية واحدة اهو هنيجي كده ونقول له لو سمحت ادينا التوصيات بتاعتك نيجي هنا اهو كده ونروح هناك ونقول له لو سمحت ادينا التوصيات بتاعتك للأكتف داريكتري سيكوريتي جروبس تقريبا يا جماعة نفس الكلام بيتقال بيتقال برضو فكرة ان التسمية لازم تكون تسمية واضحة ولازم تكون الجروبات كل جروب معمولة واخد صلاحيات على قد الدبارتمنت او اللي ضررت عملت لها يعني ما قالش كتير انا شايف نفس الكلام خلينا طيب نشوف حاجة تانية خلينا بقى نقوله حللي الملف بتاعي ده وقلي هل هو ماشي تابعة التوسيات اللي انت قلت عليها ولا لا يعني خلينا كده ايه نيجي على نفس الكلام كده ونقوله هو نيجي نقوله لو سمحت شوف هل الملف اللي انا ادي طولك ده تمام ماشي مع التوسيات اللي انت قلت عليها دي هنا بيقولك انا هراجع بناء على ايه هشوف انا هشوف انا الملف بتاعك وهبتدي ابص على بناء على التوسيات اللي انا قلت عليها وبعدين هبتدي اديك تقرير هل انت ماشي صح ولا لا بيقولك ان تسمية الجروبس عندك انت ماشي صح بيبقى فيها مختصر للإدارة والمكان اللي هي فيه خليها بس نشوف الاول كده يعني هو الراجل بتادي ايه يلاحظ انا مسمي جروبس ازاي يقولك اوه انت مسميها صح خلي بس نشوف الاول بعد ما يخلص نشوف الراجل هيقول لنا ايه يعني برضو واضح انه هنا ايه بيبتدي يديك يعني بص على سعبين مثال اهو الراجل خلينا نشوف هو قال لي ايه اولا هنا بيقول لي ان انا هراجع الحاجة بتاعتك وهبتدي ابص على استسمية الجروبات الجروبات دي الهدف منها ايه والوصف بتاعي يعني جروبس دي الهدف منها انت انشأتها ليه والوصف عشان اعرف من الوصف الهدف من عمل الجروبات دي والسكوب بتاعها المدى بتاع الجروب دي هل هي بتدي صلاحيات جوه الدومين ولا جوه الفورست والنستنج قال انت حاطت جروبس جوه جروبس فالراجل ابتده يرائب ويشوف يقول لي ابص بقى التسميات بتاعتك ابتده يحلل انا مسميها ازاي يعني حاطت الدومين الاول وبعدين الادارة وبعدين اللوكيشن قال ده انت كده عامله كويس جدا رول ده اللي هي الادارة او دي بارتمنت فولود باي اللوكيشن مكانها فين خلاص فالراجل قال لي انت كده مسميها صح بالنسبة للوصف في الوصف كتب له ايه كتب له الادارة دي بتاعت مين اسمها متريكس مثلا رزيستنس بايتر فالراجل انا عارف كده الجروب دي من الوصف قدر عرف الادارة اللي هي فيها ومكانها فين خلاص او على الاقل الادارة دي ايه بتعمل ايه خلاص بالنسبة لالنستنق قال لك اللي انا شايفه قدامي ان انت مش عامل او all groups are marked as global depending on specific needs of your organization consider if some groups should be limited to universal or domain lecrascope based on the access requirement there is no direct information on nesting from the csv but ensure that nesting is managed carefully هنا بيقولك انا مش شايف فيه نستنق فانت كده معدي تمام هو راجل بيقولك ما تعملش نستنق وانا مش عامل نستنج بصراحة خلاص يبقى الراجل هنا بيقول ان اللي انا عامله ده ماشي تابع التوصيات اللي في المجال او في مجال ال IT تعال نشوف بقى اقولك انا ممكن اخترح عليك ايه correct the description from fighters to fighters for consistency and professionals اه بيقولك هنا هل انا كتبها غلط اه اه هنا مثلا بيقولي ان انا كتب fighters غلط مثلا سابقى واضح ان حاجة مهمة قوي يعني عشان بس الكتابة evaluate and adjust group scope evaluate whether all groups needed to be global for example groups specific to locations like zeon might not need global visibility if they are managed only resources within specific sites هو هنا بيتكلم علي انه الجروب انت حدده هل تبقى global على مستوى الدومين ولا على مستوى الفورس طبعا كلهم على مستوى الدومين فالجلوبل دي ماشي صح implement changes based on the principle of least privilege بيقولك برضو بيأكد علي ان كل ادارة يبقى لها صلاحيات access على ادارة يعني اعمل group accounting يبقى لها صلاحيات على ملفات ال accounting وبرنامج ال accounting او برامج ال accounting document طبعا في الاخر خالص بيقولك if nested is used انا ما عنديش nesting برضو documented بيقولك اعمل لها يعني اكتب لها او يومعك documentation بيها implement a routine audit process برضو بيقولك راجع ال users او راجع الممبرز بتاعت جروبات دي طبعا يا جماعة انا قائتي كان بتعمل ايه معايا كل شهر في اخر الشهر بيجيلي من ال HR ورقة بالناس اللي مشيت او اللي قدموا استقالتهم ومشيوا من المؤسسة ابتدي ارجع في ملف معين عندي اعرف ال users دول او الناس اللي مشيت دي ليهم اكاونتات على اني برامج يعني مثلا واحد مشي من الحساباتي وهو يبقى له user على برنامج الحسابات واليوزر عندي في ال active directory واليوزر عندي مثلا في برنامج الحضور والانصراف فاروح شايلهم كلهم اروح رايح شايلهم دي عملية اسمها audit لازم اراجع باستمرار اشوف الناس اللي مشيت واللي تعيني الجديد ابص الناس اللي مشيت اشيلهم من الجروبات في ال active directory والناس اللي تعينت احطها برضو في الجروبات المخصصين ليها في ال active directory واحد اتعين في الحسابات وتحط في جروب الحسابات واحد مشي من الحسابات يشال من جروب الحسابات enhanced description بيقولك ان ال description بتاعك لازم يكون احسن شوية مش فاهم طبعا الوصف مثلا ايه اللي مضايقه في الوصف لازم يحتوي على تفاصيل اكدر to clarify the exact purpose and uses of each group including any specific security policies help enforce يعني خلينا نشوف هو برضو كتبلي تحت وصف كده او يقولي ازاي ان انت مثلا description ازاي ان انت ده اللي انا كاتبه هنا بيقولك مثلا ازاي matrix انا مثلا matrix IT hovercraft users معنى انه دي ادارة ال IT في ال OU اللي اسمها hovercraft بيقولك بقى ده مش عاجبه طب اعمل ايه؟ بيقولك matrix IT hovercraft users access to IT specific systems and data within hovercraft operations including system administration and IT stuff support هو هنا واضح انه عايز الوصف يكون اكثر يعني ايه وضح يعني ايه IT ايه مهام ال IT عايز في الوصف يقولك اتقولي ان الراجل ده هيعمل كذا وكذا ماشي فيش مشكلة يعني خلاص وحتة ان انت تبقى التسمية بتاعتك تمام على مستوى الفورست كلها يعني متعملش التسمية مثلا matrix underscore يعني متعملش التسمية بالطريقة دي اللي هي تحط ال domain وبعدين ال role او الادارة وبعدين ال location مش على مستوى ال domain فواضح انه توصياته ممتازة الراجل ما عندوش اي تعقيب على تسمياتي هو بس بيقول ان الوصف بتاعك لازم يكون اكثر شمولا يكون بيوضح اكتر تفاصيل انا كاتب مثلا اهو انه دي ادارة ال IT هي لا او عايز بقى ادارة ال IT وبتعمل ايه access to specific systems and data within ال OU اللي اسمها hovercraft خلاص بنعمل system administration و IT support stuff فخلاص administrators يعني الناس اللي هم بيعملوا admins يعني وال IT بيقولك مين بقى الاعضاء اللي في الجروب دي يعني هنا بيقولك بيوصف مين اللي في اعضاء الجروب دي يعتبروا مين و بيعملوا ايه بيخشوا على انظمه معينة و بيعالجوا data خاصة بيه ال OU بتاع hovercraft يعني باختصار الوصف لازم يكون اكثر شمولا خلاص نيجي مثلا نقول نفس الكلام لمين تعالوا كده و نقول نفس الكلام ليه نحية الثانية لو جينا كده و قلنا له لو سمحت يديني واصف تقريبا نفس الكلام اللي قاله شهاد جي بيتي مع مع الاعتقد هو هو يعني لو بنتكلم مع انه بيقولك ايه اللازم نيمينج هو عايزك مسلا العجب و مش عجبه التسمية دي ليه مسلا consider like resistant فلا طبعا هو هنا هو هنا خطأ تماما لان دي تسمية طويلة جدا هنا الابريفيشن ده اكثر او احسن يعني هنا بدل مكتب resistant فايترز كاتب RF اختصار resistant فايترز و بدل مكتب هوفر كرافت بكتب HV اختصار هوفر كرافت خلاص او ممكن نقول HT او ايا كان اختصار وماتريكس طبعا دي يعني واضح انها توصية مش قوية قوي او هو مداش توصية ممكن انا اقتنع بيها group scope group scope هنا برضو بيحدد بيقولك هل انت عايزه global ولا universal طبعا احنا نحددين انها global لانها مستوى دومين واحد description لازم يكون اكثر دقة انا متفق معاك يعني لازم يكون الوصف بتاع group زي ما قال شاتجي بتي لازم يكون يعني يوضح اكتر categorization واضحة جدا group nesting برضو متعملش group nesting list privilege قلنا عليها group management لازم انت تراجع groupات نفس تقريبا نفس الكرام اللي تقال بس هنا تحس انه كلام عايم كده التاني بتاع شاتجي بتي يعتبر ايه اكثر دقة خلاص فاحنا كده اخدنا كل التفاصيل اللي احنا عايزينها قلنا له راجع الملفات ادينا توصياتك يبقى معنا كده انه اللي احنا عاملين اده صح وادوات الزكاء الاصطناعي موافقة عليه ويبقى كده احنا ممكن نكمل خلينا نشوف بقى لما يجي نكارت الجروبات اللي هيحصل ادي الكام سطر دول طبعا ادي السكيريتي جروبس ده الملف اللي فيه جروبس بعمل له ايدت عشان تشوفوه اهو جروبس كلها شفناه اهو بصينا عليها هنكوبي باس طبعا لازم نروح في السكريبت نعدل نقول له ان الملف مكانه في مش مش في الفولدر ده لان ده كان في لاب سابق فمفروض ما كان الفولدر هيبقى في الحتة دي خلاص وهنا هيعمل اي بقى اي جروب هيكاريتها هيديك بالاخضر ان تم كاريتتها بنجاحة تمام فدي برضو ده السكريبت يعني في شوية يعني حلو السكريبت لحد ما مش بيكاريت الجروبس وخلاص لأ كل جروب بيكاريتها بيديك بعديها اشارة انها تكاريتت بنجاحة هنشوف دلوقتي اهو في خمستاشر جروب الكاريته بنجاح الجروب كذا تم كاريتتها او تم عملها خلاص طيب لما نيجي بقى نعمل ريفرش كده او نيجي نفتح تمام ايه دي مثلا اهو admins مثلا security group نروح ايه مثلا واحدة من دول نفتح ايه دي جروبس الكاريتت اهيه طبعا لاحظوا لسه مفيش يوزرز اتحطت جوه الجروبس دي خلاص احنا كاريتنا organizational units ويوزرز وجروبس عايزين بقى نحط بعد كده مجموعة من اليوزرز جوه مجموعة من الجروبس خلاص ايه دي اهو كل واحدة من دول محطوطة فيها اه في الاوديو بتاعتها اتكاريته تمام في security groups كل الحاجة الكاريتت دي نيجي بقى للايه للسكريبت اللي بعده خلاص لاحظوا لسه مفيش حد ده كل الجروبات دي فاضية مفيهاش اي حد خلاص عايزين بقى السطر اللي بعده اللي هو ده انه هو هيروح يعمل ايه ايه دي جروب ممبرشب يعني مجموعة من اليوزرات تتحطف اجموعة في الجروبات طب يعرف مين يروح فين برضه عن طريق ملف خلينا برضه نبص على الملف ده لو فتحناه ايه دي اهو اسمه لو رحنا كده الملف ده اسمه ايه اسمه جروب ممبرش خلاصة لو جينا فتحناه كده اهو ايه دي باختصار لو جبناها كده ايه دي الجروب يعني مثلا عسابين مثال اه الجروب اللي اسمها ار اف اتش في دي جواها اليوزر اللي اسمه نيو دوت اندرسون خلاص ده اليوزرنام مسلا الجروب تاني بتاعت الاي تي مثلا فيها كزا مسلا فكل جروب اصادها مين العضو اللي هيكون فيها طيبة خلاص تيب خلينا برضه ومين دي ما اعتقدش ان فيها مشكلة لان احنا عردي يعني مش هنسأل ادوات الازكاء الاصطناعي لان احنا عردي خلناك حلل الجروبات وقالي كده تمام خلناك حلل الاكاونتز برضه او اليوزرز وقالي كده تمام لو تفتكروا في الفيديو السابق فحلن ده خلن ده خلص يعني هو حل قال لي خلاص يعني قال لي اليوزرات بتاعتك تمام ومزبوطة والجروبات كمان بس خلينا نقول خليه حللها برضو يقول لنا هل مثلا في يوزر معين محطوط في جروب مش بتاعته هل بقى يقدر يحدد يقول لي لأ انت حطت مثلا اليوزر ده مفروض بناء على الوصف بتاعك ما ينفعش يبقى في الجروب دي خلينا نخليه برضو يحلل ويقول لنا هل مثلا الطريقة دي صح هل كل اليوزرات محطوطة في الجروبات المخصوصة بتاعتها الصح ولا في واحد ممكن يكون اتحط غلط اتحط مرتين كده يعني خلينا نجرب برضو ونشوف لو جينا روحنا هناك كده وبعدين قلنا شاتج بيتي فتحنا كده ونقول له برضو ايه حلل لنا البتاعة دي ولاحظوا طبعا شاتج بيتي بيدينا ملاحيز قوية جدا بيبتدي يقول لي مثلا هل في حاجة معينة زي ما خب بالي منها بيقول لي عدد الجروبس اللي انا هعملها يعني ادي كده اهو ونقول له نطلع فوق برضو كده اهو ونقول له ايه يا باشا نقول له انالايز اهو نقول له انالايز دي سي اس بي انجيبه سامري ده لو حابب انه نعرف اه دي عبارة عن ايه بالزبط ونقول له كده وبعدين ناخد نفس الكلام كده اهو ماشي تمام اعتخدنا انا ايه هلروح برضو عليك لود كده ونقول له نفس الكلام خليه حلل الملف ده كده اهو وادي نروح كده ونقول له جروب مامبرز ونقول له كده ونقول له حلل الملف ده برضو انا رح نبص كده بصة طيب هنا بقى بص يا باشا هيبتدي يديك تحليله للملف اللي انت مديهوله ده طيب بصوا بقى هنا الراجل حلل وقال ايه بصوا راجل هنا قال انه الملف ده اه بيحتوي علي جروب مامبرشيب وذين الاورجنزيشن طبعا محددش هنا اذا كان اكتف داريكتور لا لسه ماخدش بالو بيقولك ان في مية ستة وتمانين ادخال خلاص في عندك عمودين الجروب اللي ايه سيكيوريتي جروب بتاعة الاكتف داريكتور الاكاونت نيم ده اللي هو اليوزر يعني او الممبر اللي فيبقى في الجروب دي خلاص data overview all entries are filled no null values يعني مفيش ولا عمود مفيهوش خنفاضي يعني كل العمود مليانة وفيها بيانات لو في خنفاضي اعرف كده ان انا في واحد سقطي يوزر indicating complete data for these two fields each role present a mapping between a user account and security group بيقولك ان كل سطر محطوط جروب وصدها اليوزر اللي هيبقى فيها وبعدان يبتدى يديك امثلة خلاص يبتدى يقولك اوه انا بصنا لا قط كذا واحد اهو observation ملاحيزي the file list user associated with specific security group يعني كل يوزر هيتحط في انا security group the example اللي هو شايفه ده indicates that individuals like neo and morphos دول اعضاء في الجروب الفلانية which might stand for specific role وهينا بتدى يحلل يقولك اوه واضح ان الجروب دي لها علاقة بإقدارة معينة خلاص such as هو بيقولك الادارة دي مثلا لايه يمين matrix resistance fighters راح جاب الوصف بتاعه قالك ان دول النيو ده عضو في الجروب دي انا فهمت ان الجروب دي عبارة عن ايه من الوصف اللي انا حطو للجروب matrix resistance fighters hovercraft يبقى انا كده عرفت ان الراجل ده في الادارة اسمها resistant fighters او المقاومين في الاويو اسمها hovercraft disconformational quicker for managing access controller عرف بقى انه العملية دي معمولة ليه عشان بالجروب دي هتحكم الناس دي تعمل ايه تخش على ايه خلاص recommendation تدى يقولك بقى audit and verification لازم تراجع لستة الجروبات دي واعضاءها بشكل دوري زي ما حكيت كده لما يجي موظفين يمشوا لازم تراجع الجروبات دي لما يجي موظفين يتعينوا لازم تراجع الجروبات دي خلاص وتأكد ان الداتا دي طبعا دي بيانات لو انت كراجل اي سي دي بيانات مهمة جدا لازم ان انت الاكسلات الى عليها البيانات دي يتشفرها ما دي بيانات مهمة فخلاص بالرجل كده ادانا ايه ادانا التوصيات بتاعته او ادانا التحليلي المبدئي ليه الموضوع خلينا نقوله ايه طيب برضو كسؤال نقوله اه واحين احنا بقى ممكن نحل طبعا كانت ممكن يمتعامل بالاكسل give me a statistics statistics each group and its members يعني قولي عايزك تقولي كل جروب العضاء اللي فيها كام its members by count يعني عايزك تقولي دلوقتي كل جروب من دول يعني تقريبا كل جروب فيها كمعضو كنوع من انواع ايه برضو يعني ايه نفهم برضو هو راجل بيحل بتدي يقولك مثلا ان الجروب الفلانية كل واحد فيها اعضاء مثلا هيبتدي يحلل بقى الراجل اهو يقولك مثلا انا شايف انه الجروب دي فيها كذا عضو بتدي يحلل ويدينا برضو تفصيلة كده بص السيدي matrix all فيها 40 يوزر الجروب ده فيها 39 28 12 10 يبتدي بقى يحل الexcel لايه يبتدي يعرف يقولك اه انت دلوقتي عندك كذا 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 يعني بصوا يا جماعة شايفين ادوات الدكال الصناعي بسهيل الموضوع ازاي ممكن طبعا لو عندكش excel ممكن طبعا اشك في الموضوع ده وبتدي بقى يدي بصوا بقى اشوف الجمال الحلاوة في القصة دي دلوقتي انا قلت له يديني count قولي كل عضو او كل كل مجموعة من الجروب فيها عدد او كل كل جروب فيها عدد من الناس قديه وابتدى يدي ملاحيز خليه بقى نشوف كده الراجل هيبتدي يقول ايه نرحظوا بقى طبعا ادوات الذكاء الاصطناعي وشغلها بقى يعني دلوقتي مثلا اهو خلينا نشوف الرد بتاعه يبقى ايه بص يا سيدي هنا الراجل قالك ايه بص باقي سيدي هنا طبعا ادى احصائية كل جروب من دول فيها كام دي فيها 40 دي فيها 39 دي فيها كذا 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 كل جروب اللي بقى بيلاحظ بيقولك ان اكبر جروب فيها عدد من الاعضاء هي ماتريكس اول اتش في فيها 40 واحد اللي بيقولك بقى ان this might be a general access جروب فيهم ان انا دي جروب محضوط فيها كل اليوزرز general access يعني من خلالها هدي access لناس كتيرة على حاجة واحدة انا مثلا مثلا عايز مثلا ادي كل ادارة الحسابات او كل الادارات اديها access على ملف معاية كل الادارات مش مثلا ادارة الحسابات لا كل الادارات specific role groups بيقولك ان فيه بعض الجروبات they have substantial members بيقولك ان فيها عدد اقل ده بيشير ان الناس دي صلاحياتها مهمة صلاحياتها مهمة ان عدد الاعضاء بتاعها قليلين تمام هو بيكلم على حسب الكلام ده substantial number of members substantial هنا بيكلم على انه substantial يعني غير اعتياد يعني المهم يعني فيه smaller groups انا بيقولك ان فيه هو حاسس ان فيه بعض الجروبات ليها صلاحيات اعلى او ليها اهمية قصوى smaller groups substantial اعتقد هنا بيتكلم على خلينا نشوف HRV دي اللي هي عددها كم هنا مثلا بيقولك 39 لاحظ انه العددين قريبين العدد ده كبير خلاص هو هنا افترض ان العدد ده كبير من الوصف قالك اه واضح ان دي مجموعة او جروب فيها اعضاء هتتعمل لغرض عام زي ما بنقول كده مثلا انا عندي ملف عايز كل الادارات تخش عليه فهو حل الاسم قالك matrix all عارف انه all دي يعني كل الناس قالك اه واضح انه عددها كبير عشان دي جروب كبيرة خلاص هستعملها في ان انا خلي ناس كتير تأكسس حاجة معينة ادارات كل الادارات تأكسس ملف معين كده التانية لاحظ انه لا دي الادارة دي متسمية او دي ناس معينة وعددهم كبير فهم من كده ان الناس دي بيعملوا حاجة حاجة مهمة في الدومين فعشان كده اعدادهم كبير خلاص ادي كده وبعدين smaller groups قالك فيه مثلا اعضاء زي مثلا الجروب اسمها pilots and engineering عددهم قليل it might be due to these roles being more specific or requiring specialized access وهنا حسب مزاجوة انا مثلا بيقولك ايه الجروب الكبيرة دي خلاص الجروب الاقل اللي شوية منها ببسيطة برضو بيعملوا حاجات مهمة العدد القليل خالص برضو بيعتبر ان هما يبقى ليهم حاجات محددة IT groups notably IT groups at different locations have very few members كذا كذا this might need to investigate المهم يعني هو مداش انا شايف انه في الوصف هنا يعني ايه مش 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 قوي يعني برضو هو بيحاول يدي حاجة بس ما وفقش فيها يعني هو يمكن اشار في حتة انه فعلا largest groups دي فعلا اعلى واحدة اللي فيها 40 ودي general access فعلا ده اللي انا قلت عليه انا عايزة فعلا general access خلاص الباقي بقى لا ممكن ناخد من رد فيها خلاص recommendation قالك لازم تراجع ومش عارف ايه يعني المهم الراجل انا كنت كل طالبه منه هو يديني count والدهولي الراجل الحمد لله خليني بقى رح نشوف نشوف الراجل بتاع كلود اللي ناية هنا بقى لك برضو membership of user account of various security groups تمام group name اسم group والaccount name الراجل العضو اللي في الجروب دي خلاص وبيقولك ان اليوزرز دي بيتحطوا في الجروب دي او اي يوزر بتحط في الجروب بناء على وظيفته خلاص يعني هنا مسلا بيقولك ايه these include مثلا الجروب دي include accounts for various resistant fighters هنا بيقولك انه العضو اللي في الجروب دي مثلا لازم يكون من ادارة resistant fighters خلاص على سبيل المسال my RFD resistant fighters خلاص فهينا يبقى الجروب دي خلاص طيب ايه IT يبقى ده جروب ال IT خلاص واضح انه ايه يعني ما قالش حاجة كتير احوي pilot ماشي هنا بيقولك ان دي بقى membership كذا 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 يعني يعني ما قالش كتير يعني برضو ما حسيتش انه قال حاجة يعني طيب خلينا الخطوة بقى اللي بعديها ان احنا نقوله ادينا بقى توصياتك توصياتك ليه الكلام ده هل انا فعلا وانا بحط users جوه groups هل في بعض الارشادات المطلوبة مني او في بعض التوصيات وانا بعمل الكلام ده خلينا نشوف كده ونقول برضو نشوف هيرد يقول لنا ايه copy ونقوله هنا اديني توصياتك users membership خلينا نشوف كده بقوله لو سمحت قال لي قال لي بقى group membership دي او user groups membership دي هل انت تقترح علي حاجة هل مثلا وانحنا بنعمل الكلام دا ملحط users جوه groups هل في طريقة او في حاجة انت تتوصيني بيها وانا بعمل وانا بخلاله انا بعمل القصة دي طبعا نبتدى يقول له لازم تراجع الاعضاء بشكل مستمر ولازم تعمل audit بادوات لازم automatic audit يعني لازم تعمل مراجعة بشكل اوتوماتيكي في بعض الادوات زي manage engine كده بتراجع الجروبات كلها واعضاها ويقولك ده حصل تغيير في الوقت الفلاني والعلاني خلاص enforce principle of least privileged برضو ان كل group تأكسس حاجات محددة بناء على وظيفة الاعضاء دول يعني ال group accounting يخش على حاجة accounting خلاص نبتدى بقى يدى طبعا خليها كده بس نكمل الاول نشوف هل في حاجة معينة طبعا ده اول ثلاث توصيات خلينا نراجع ونبص طيب يعني حاليا ان اللي شايفه قدامي ان هو الراجل اللي قالك اول حاجة لازم ان انت تراجع الاعضاء بتاعة الجروب دي وتوتوميت الاودس دي يعني لازم تستعمل ادوات تعملك عملية المراجعة دي بشكل اوتوماتيكي في بعض الادوات زي manage engine active directory manage engine بيعمل الكلام ده enforce the principle of least privileged ان طبعا كل جروب تدخل الحاجة بتاعتها بس بناء على الوظيفة بتاعت الناس دي جروب الاكاونتنج تحط فيه اعضاء الاكاونتنج ويخش على حاجة الاكاونتنج manage group size and scope appropriately write sizing groups groups with very few or many members as seen in your data بمعنى بيقولك خلي الجروب بتاعتك ما يكونش اعضاءها كتير قوي عشان كده نثبت انه يتم اختراق مش اختراقها ان يبقى فيه نسبة خطأ ان حد من دول يخطئ في حاجة ممكن ومبقاش عدد قولاي الاوية خلاص هو بيتكلم خلي ال scope بتاعك او عدد ال users في الجروب اه محدود يعني حدده scope of access verified scope of each group خلاص طبعا احنا محددانها دي عايزين بقى نسأله managing group size and scope apparently خلينا نشوف الحتة دي طب هو بيجروب يعني حطه في الجروب قد ايه تقريبا خلاص خلينا نسأله على الحتة دي بس بعد ما نخلص هننزل تحت شوية خلينا نكمل كده مالش ثواني يا جماعة اهو هادي قلنا رقم ثلاثة implement a review membership قلنا نراجع البيانات او نراجع الاعضاء stream group structure avoid redundancy eliminate redundant groups and consolidate where possible to simplify هنا بقولك ما نقبلش group كتير ونested groups قلنا نفس الكلام قبل كده security compliance لازم تراجع على طول بشكل مستمر الاعضاء دي عشان security يعني بيبقاش حد محطوط في group خلاص اه لوصل حيات كبيرة لازم تراجع يعني انت ممكن مسلا عسابين مثال تكون حطيت واحد من بتوع الaccounting في جروب الايتي بالغلط ولازم تراجع تشوف دايما القصة دي training and awareness لازم برضو تفهم وتوعي الناس عندك في الايتي ان ان كل جروب انتو عارفين اعضاءها ولازم برضو ما تدوش حد صلاحيات اعلى من صلاحياته use administrative tools الادوات بقى طبعا هتستعمل ان انت تراجع الجروبات دي معروفة حاجة زي manage engine يعني المهم خلينا ايه نسأله حتة معينة في حتة manage manage security groups ماشي ماشي give me the best practice to manage group size uh buy example طيب عايزين نقوله بس ادينا يعني ايه توصيات في الحتة دي ماشي 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 خلينا ادينا مثل اهو يعني بقوله برضو write sizing group هنا طبعا بيقوله بس سنفهم ماشي اهو كده اداني مثل ماشي عشان size بتاع group يعني هل 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 مثلا اشتكت ترجع الجمات ده يده ايه? بصوا يا جماعة هنا. خلينا نمشي شوية ونشوف الراجل قال لنا ايه? طيب هنا بسا بيقول لك. هنا بيقول لك ايه? بيقول لك انه جروب ما تبقاش كبيرة قوي. خلاص طيب ما تبقاش كبيرة قوي يعني يعني نعمل ايه? خليكم معي لو جينا كده اهو. كده اهو. بس نمشي شوية انا مش شايف قدامي اهو. هنقول ايه? طيب على سبيل المسال. خلاص طيب ادارة الحسابات. ماشي. لحقت الحسابات. ايه ادارة صرف المرتبات. طيب هنا بيقول انه بيقترح يعني ان ادارة الحسابات مش كلها تتحط في جروب واحدة. ان ادارة الحسابات فيها اقسام. فيها مثلا اللي بيستلم الفواتير. وفي منهم اللي بيحصل الفواتير. فهو بيقول لك ما تحطش كلهم في جروب واحدة. خلاص? بحطش كلهم في جروب واحدة. اسمهم جروبات صغيرة. خلاص ده حسب كلامه. خلاص بحس انه مش يبقى جروب كبيرة قوي. وطبعا هي تعتبر برضو منحس ان انا برضو اهندل لما انا مش عايز مسلا كل تيم الحسابات. يبقى له نفس الصلاحيات. في واحد مسلا يخش على حاجات محددة في الحسابات. واحد تاني يخش على حاجات تانية. يعني عارفين? هي الفكرة دي. هنا بيقول لك مسلا كويس اول امثالة دي. اه تقدر نقدر نفهم منها. هنا طبعا بيقول لك حل ده على مستوى الدومين وعلى على مستوى الخلاص. خلاص? بيديك مثلا. for users who share similar roles but are scattered across different domains. for example. can be a global group containing IT support stuff from various domains who need access to IT resources across the company. يعني على سبيل المسال. هنا بيتكلم على انه. بس هنا انا عندي مشكلة تنماية في ان ال global groups دي هتبقى على مستوى الدومين وعلى مستوى الدومينز كلها. انا اللي عرفه ان ال global group دي تبقى على مستوى الدومين. within the same force يعني. او على مستوى الدومينز within the same force. global global group دي يعني جروب تقدر انها اكسس كل حاجة على مستوى اه الدومينز اللي في فورست واحدة. مناشي? ال universal العكس على مستوى اه دومينز كتير في فورست مختلفة. ايه المهمة? يعني هنا بيقولك مثلا ان انت تجمعهم كلهم في حاجة واحدة هنا على مستوى group. خلينا نشوف يكمل برضو. هنا عسابين مثال. هنا مثلا بيقولك ان ال IT group دي طالما انت عندك groups عندك IT group على على دومينز كتير في فورست واحدة طب ما تعملهم group وتجمعهم كلهم فيها. تمام? هنا مثلا بيقولك ايه دومين لوكال groups. bestress for resources that are restricted within a single domain. for example, NYC printer access could be a domain local group for users within the NYC domain who need access to NYC printers. هنا بيكلمك على ايه مسلا? انت عايز انه ناس تأكسس حاجة معينة في دومين واحد. يعني انت مش عايز الناس مسلا تأكسس حاجات كتير في دومينز كتير على مستوى فورست. لا اخوة دومين واحد حاجة واحدة. يبقى دومين لوكال جروبس. universal بيقولك ايه? بيقولك ايه? بيقولك ايه? بيقولك ايه? بيقولك ايه? بيقولك ايه? طبعا اعتقد هنا على مستوى الفورست مش على مستوى الدومين. خلاص? او مستوى دومينز كتيرة على مستوىになه فورست. خلاص? اavoiding overe feet fueled groups. بيقولك OVER forecasts can lead to an accessory access rights, prowl and security. if a group like all employee access is used for granting access to general resources such as the company cafeteria menu or corporate newsletter. انشويد بيقولك طبعا انه مسلا لو انت عامل جروبة اسماها الأنم ليز هيا ايه دي اكسس للحاجات العامة. يعني انا مسلا عامل جروب اسمها بديها اكسس على ملف واحد بس عايز كل الادارات تشوفه ما اديهاش بقى اكسس على حاجات كتير خلاص انا عايز اعمل جروب واحدة لكل الموظفين اللي في المؤسسة كلها يا اكسسوا مسلا الكافيتيريا المنيو بتاعت الكافيتيريا او الاخبار بتاعت الايه بتاعت المؤسسة بس كده ما يزيدش بقى خلاص والنستد قالك موضوع النستد قولنا ما تحطش جروب جوا جروب على سبيل المثال سيملي مسلا يقولك هنا بيقولك تستعمل امتى النستد تاخد مسلا جروب معينة تحطها جوه جروب معينة لاسباب عايز ده مسلا يأكسس حاجة معينة ما يعني الى حد ما الموضوع واضح وتراجع القصة خلاص يعني بشكل ما الوضع ايه واضح انه شوية توصيات اللي ابحس بيها خلناها بقى نروح نسأل الادات تانية نروح نقوله ايه دينا البست براكتس بتاعتك اهو نقوله كوبي نروح هناك نقوله بيست نشوف طيب تعريبا نفس التوصيات اللي قالها شات جي بي تي فور فخلينا يعني نمشي سريعا نطلع كده سواني انا عايز بقى اقوله طب اديني توصياتك حللي يعني اقولي بقى حللي اقولي هل انا عاملو ده صحة ولا غلط ستنى كده نطلع نقوله سواني نطلع كده كمان نقوله لو سمحت يديني توصياتك للكلام ونجي نطلع كده مسلا اهو نقوله نقوله ايه اهو اديني بقى توصياتك شوف انت الملف بتاعي اقوله انا عامل في ايه اتبعه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلينا بس كده نشوف برضو ايه هل هيطلب من هنا ايه او ايه التوصيات بتاعته خلينا نشوف هو ايه ايه بالزبط اهو ابتده يقول لك ايه طيب دلوقتي حاليا بيقول لك انا رجعت لقيت ان عندك جروبين في واحد فيهم اربعين واحد فيهم تسعة وتلاتين قالك دول كبير قوي بيقول لك حاول ان انت تقلل عددهم شوية وقالك في بعض الجروبات فيها عضو واحد يعني هو شايف انه مش هتعمل جروب عشان يوزر واحد يعني ان انت كده واضح انه فيه ان انت لا ما هتحط واحد في جروب واحدة بس بمعنى كده يا اما الجروب دي مع انت حتى يعني شخص واحد طب ما تديله اكسس على طول الحاجة اللي انت عايزها مش لازم تحطه في جروب او ان انت فيه في المستقبل الجروب دي هتكبر فهينها بين قصة كلها ايه برضو ممكن تمشي كده وكده تمام وبعد كده عندك الحتة اللي بعديها انه شاب بعض الجروبات فيها 12 وفيها 28 تجريست region of location specific general access هنا طبعا لاحظ انه ايه في بعض الجروبات حجمها اقل بس واضح انها لأكسس حاجات محددة خلاص general access هو لاحظ من الاسم all دي ان ده general access يعني ان انت هتأكسس حاجات عامة يعني مثلا زي كل الشركة هتأكسس ملف واحد مثلا اللي ايه الكافيتيريا مثلا المينيو بتاعت الكافيتيريا خلان شوف بقى ايه التوصيات بتاعته conduct a detail هنا بيقولك راجع الجروبين دول عشان دول فيهم اكبر عدد من الناس فلازم انت تراجعهم بشكل مستمر split larger groups هنا بيحاول بيقولك ان حاول ان الاعداد الكبيرة دي تقسمهم على مجموعات صغيرة reveals diverse roles بيقولك لو الناس اللي في يعني انت لو انت بتحلل اعضاء الجروب دي لقيت انه ممكن تجمع شوية منهم في جروب تانية بناء على وظيفتهم مسلا يعني لو حسيت انه الوظائف اللي في الجروب دي ممكن اخد شوية حطهم في حتة لوحديهم ممكن انا حاول تحلل وتشوفه خلاص هنا ده اللي بيتكلم فيه طب نكمل وبالنسبة لسمول لحد ما يعني هنا بيقولك طبعا لو مجموعات صغيرة وفيها عدد من اليوزر القليلين حاول ان انت تجمعهم في جروب اكبر يعني العدد الصغير يعني بقاش واحد مسلا فيه اه مجموعة فيها جروب واحد جروب فيه يوزر واحد وجروب تاني برضو فيه يوزرين لا حاول تجمعهم في جروب واحدة اذا الوظائف بتاعتهم كانت واحدة خلاص consolidate or distribute members يعني بشكل ما اه توصيات الى حد ما معقولة خلاص خللنا نشوف في standardize ايه الحتة دي اه ماشي حتة الجروب قلنا ان احنا مش عارف ايه implement nested قلنا ما فيش nested دي و regular change او ان انت دايما ان انت تراجع بشكل مستمر الاعضاء بتاعت الجروبات خلنا كده نرجع اهو كنترول سي ونرجع انا روح انا اهو ونقول له كنترول بي ونعمل كده نفس الكلام تقريبا اللي قاله chat gpt برضو ما فيش اي اختلاف او انا حسس ان بيقول نفس الاجابة وبيكرر نفس الاجابة فاهم ما فيش شيء محدد يعني قاله قادر انا استفيد به فيعني group membership يعني الى حد ما جماعة مسلا من التحليل اللي شفناه الراجل بيقول لك حول ان انت جروباتي كبيرة في الاعضاءها كتير ترائبها والجروبات الصغيرة اه لو عندك اكتر من جروب فيها واحد او اتنين لو تقدر تجمعهم في جروب واحدة ماشي حسب اه كل واحد بيعمل ايه خلاص بخلينا كده ايه نكمل كده احنا احنا يوصلنا ليه الجزء الخاص بالجروب membership وبعدين مفروض يبقى فضلنا الكمبيوتر كده يبقى احنا كاريتنا كل حاجة خاصة في الactive directory اعتقد احنا بعد كده ممكن نقف من كده هيبقى كاريتنا الجزء الخاص copy as pass طبعا هنروح نحطه في السكريبت اهي نبتدين كاريت save نلاحظ مسلا السكريبت القديم لما انت بتقوله كده ما بيدكش اي indication هو عملية تمت تمت بنجاح ولا لا انا عملنا كده بس خلاص كده طب انت عرفت ايه اللي تكاريت ما عرفتش فالسكريبت ده ناقص شوية لازم شاكده ادوات الذكاء الاصطناعي ممكن تزود لك حتة ان كل حاجة تكاريت بنجاحة ديه بلا خضر وكل حاجة مسلا كاريتت بفشل او ما نكحتش ديه بلا احمر لوحنا مسلا على الجروبات دلوقتي اهو هنفتح ايه دي ميمبرز تمام خلاص حطهم تمام كده فضل لنا بقى ايه الكمبيوترات دي بيه النقطة لنقصة بس نلاحظ ان ايه كل بقى استابعنا الجروبات كلها بقت محطوط فيها الميمبرز تمام اخر حاجة هنعملها مع بعض حتة الكمبيوترز يا جماعة وهنوقف عند الحتة دي عشان بعد كده اللي هيتم بعد كده بقى حاجة ليه علاقة اكتر بسكريبتات وشغلة تانية انا هنخش بعد كده في الوجن سكريبت بس خلين الاول نقف عند الحتة بتاعت اخر حاجة نعملها حتة كاريت الكمبيوترات برضو عندنا سكريبت لو رحنا عين اهو في اخر سطرين دول هيكاريته الكمبيوترات الكمبيوترات دي بتتشمل السيرفرات والكمبيوترات العادية يعني لو رحنا هنا اهو في الاسكريبت اخر سطرين هيروح قاري من ملف معين يكاريت كمبيوتر جديد الكمبيوتر ده ممكن يكون سيرفر او كمبيوتر عادي فلو فتحنا الملف نفسه لو جينا فتحنا كده الملف اللي موجود في الكلام ده اهو سانيها ده لو فتحنا ده هادي دابل كليك وبعدين هنفتح الملف بتاع الكمبيوترز اهو وبعدين هنفتح الملف اسمه كومبيوترز اهو هو ده نلاحظ ايه بقى هنا في حميزة حلوة جدا في ال وانت بتعمل الكمبيوترز لازم تروح حاطة اللوكيشن خلاص فيه وانت بتعمل الكمبيوتر ممكن تقول اللوكيشن بتاعك فين خلاص اللوكيشن بتاعك فين خلاص بحيث ان انت في الوصف كتب له اللوكيشن يعرف ان المكان ده فين بالزبط خلاص فخلينا برضو نشوف اداوات الزكاء الاصطناعية تحلل لي الملف ده تقول لي هل انا ماشي طبع التوصيات ولا لا خلينا نفتح كده انه راح برضو ناخد نفس الحكاية دي خلينا نقول له ايه سريعة ده نيجي نقول له حلل الملف ده كوبي بعدين نقول له حلل الملف بتاع الكمبيوترز ونروح نشاول له عليها كده اهو نقول له حلل الكمبيوترز اهو تمام وبعدين نقول له حلل الملف خلاص ونروح على شات جي بي تي ونقول له نفس الكلام ونقول له حلل الملف ده بتاع الكمبيوترز اهو يديني ده ونقول له حلل هولي بيقول لك في عندك اربعة وخمسينين يعني في اربعة وخمسين جهاز اه نيم ده اسم الجهاز تمام مكانه فين في الاكتف داريكتري لوكيشن مكانه فين تحديدا الفيزيكال لوكيشن يعني مكانه فين بيقول لك انه مفيش اي ادخال فاضي بيقول لك اه بيأكد على انه كل الخانات مليانة مفيش خانة فاضية دي بتأكد لي ان انا الدنيا بتاعتي سليمة خلاص وبعدين يبتدى ايه يجيب بعض الامثلة بيبتدى يحللها ويشوف الدنيا فيها ايه بيبتدى يحلل بقى ان انا حطت لوكيشن فمنها قدر اعرف مكان الكمبيوتر فين بيقول لك انه انت كمان محدد له انه في الباث يعني في الورجنزيشن اللي قلت محدد له انه ده كمبيوتر تحت هوفر كرافت او لوكيشن اسم هوفر كرافت بيقول لك ان انت يعني محللهم صح كمبيوتر جوه لوكيشن معين خلاص طيب هنا بيقول لك بقى recommendations verify and update process بيقول لك يتأكد دايما انه مكان الكمبيوتر في الايو الصح او في المكان الصح regular odds حاول تتأكد مثلا عسابين مثال عندك كمبيوترات خرجت برا الدومين او كمبيوترات مشيت او خلاص كمبيوترات بقاش موجود لازم تراجع الactive directory وتشيل الكمبيوترات دي باستمرار عندك جهاز مثلا بتاع الحسابات شالوه خلاص ما بقاش فيه جهاز حسابات عندك ست اجهزة في الحسابات مجونية الactive directory وفجأة استغنوا عن جهاز فلازم تشيلو من الactive directory بشكل مستمر ولازم تتأكد دايما ان الاجهزة دي مؤمنة تحط عليها security بمعنى ايه هنقم بقى نشوف حتة قفل ال dvd و cd شوية حاجات كده يعني المهم ممكن نروح نشوف صحابنا دات دانا ايه بالنسبة لي اا اا كلود هنا طبعا نفس الكلام بيقولك ان دا ال name و الاسمه مش عارف ايه بيقولك انهم محطوطين في تلت حتة في هوفر كرافت و السيميليشن و زيهم هو بيقولك الاسامي الموجودة يعني هنا طبعا بيجيب بيحلل بيقولك ان كل واحدة من دول جواها كزا يعني خلاص بيحللها لك وبيجيبها لك بشكل يعني The computer name seems to follow a naming convention based on their roles or functions For example The starting name SMT likely represent terminals or work stations in a simulation environment صح جدا ال SMD اللي هي location الاسمه simulation و TD Terminal يعني جهاز عادي خلاص دي حاجة و بيقولك برضو انه في بعض الاجهزة انا مسميها DHCP واضحة من اسمها وFS دي بتبقى DHCP وفايل سيرفر يعني انا مسلا عندي جهاز مسميه DHCP ZEN 01 DHCP طبعا معروفة ZEN اختصار Xeon خلاص يبقى كده ده DHCP في Xeon 01 رقم واحد طبعا انا بحلل انه بشكل احسن من شات جي بيتي وهنا يعني واضح ان الراجل ايه ابتدى يحل المزبوط وهنا اديني تحليل احسن من التاني يعني هنا بيقولك ان انت ميكاريت عندك عدد من السيرفرات جوه كذا 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 وان انت مسميهم بناء على الرول بتاعت السيرفر هو بيشتغل ايه ومكانه فين يعني تقريبا قدر يوصل للتسمية اللي انا بسميها بالزبط خلاص طيب خلينا بقى ايه ناخدوا السؤال اللي بعده ونقوله اديني بقى توصيتك في الكلام ده يعني دلوقتي لما اجا سمي الاجهزة اسميها ازاي خلينا كده نعمل له كده ونقوله كونترول سي نجي نقوله كونترول في كونترول سي ونعمل كده ونروح على الشات جي بتي ونقوله كونترول سي نقوله كده ونقوله كده ونقول له برضه نفس الكلام. خلاص يا جماعة قدامنا حاجة بسيطة خلاص. احنا بس هنكمل. نشي خلاص هو بيقولك نحط كل كمبيوتر في اللوكيشن بتاع المزبوط. اه طبعا حتة بقى ان انت تخلي مجموعة من الائي تي يكنتروله مجموعة من المكن. دي حتة الديليجيشن اف كنترول. ماشي? نامي تسمية مسمينها. وفيه سكريبتات. عايز بقى هنا في نقطة مهمة. قالك ان ان انت تعمل سكريبتات تشوف تسمية الاجهزة. هل ماشية تابعة التسمية اللي انت عايزها ولا متسمية تسمية غلط. واحد من اللقاتيه غلط وسمى الجهاز مش بالطريقة اللي انت عايزها. فيه سكريبتات بتشك الكلامنا. طبعا دي حتة حلوة يعني. خلاص خلينا بس نشوف الاول برضو بقية الكلام اللي هو كاتبه. بصوا بقى هنا اهو. هنمشي كده. خلينا اقول واحدة واحدة. اولا قالك فكرة التسمية وان هو يبقى محدود في الاويو الصح. ترجع طبعا الكمبيترات بشكل مستمر. اللي مشي تشيله. او اللي خرج من نتورك تشيله. سيكوريتي جروبس. طبعا او سيكوريتي او جروب بولوسيز. تتأكد ان جروب بولوسيز. اه معمولة صح. خبالكو جروب بولوسيز خاصة بالباسوورد والفايروول كل الكلام ده كله تتأكد ان هو متنفذ على الاجهازة دي. برضو كل جهاز زي ما اليوزر له صلاحيات الجهاز له صلاحيات. فلازم تتأكد برضو ان كل جهاز بي اكسس حاجات محددة. اكريو تان باقي الادوكيمنتاشا. يدع فيها او او بالاجهزة دي. الاجهزة اللي داخلها الدمان لازم تكون� بيها لستة وخصر. ويكون عندك برامج بتشك الكلام ده عندك بعض البرامج اللي بتشوف الكمبيوترات. مسلا كمبيوتر ما دخلش بقاله فترة. اه كمبيوتر عين processor chapter يعني انت مسلا الاجهزة او مسلا عاجة زي ايه دي. اه manage engine ده بيخش بيشوف عندك الكمبيوترات في كمبيوتر ما دخلش بقاله قدي ايه? كمبيوتر مش موجود في النتورك. خلاص? يقولك ده مش موجود. لازم تراجع. خلاص? والبولوسيز اللي متنفزة عليها مستأكد انه انت مثلا قافل الدي في دي والي او اس بي على الاجهزة. ده مهمة جدا. خلاص خلينا نكمل كده. قلنا حتة ان انت يكون عندك حاجة بتشيك على الاجهزة دي بشكل مستمر. طيب خلينا نشوف برضو آآ قلنا ايه في الحتة دي. خلاص قل لك. آآ 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 آ له. ثانية واحدة كده. منقول له لو سمحت. حلل لي بقى الملف اللي انا عامله ده وقول لي هل انا ماشي صحة ولا لأ? اهو. ونروح هناك النحية التانية نقول له شوف انا ماشي صحة ولا لأ. مع الملف بتاعي. اهو. ما انا قلت. اه. هو طبعا نلاحظ انه اه بصوا بقى مسلا على سبيل المسال في بعض التسميات قال لك لأ يعني ده اسم جاهز بس ما يقدرش ما الاسم ده يحدد. فممكن تحط دا بيو اس عشان تعرف ان ده وورك ستيشن. ده بحرود معلومة حلوة. في بعض الاجهزة انا مسميها مش محدد. مش كاتب دا بيو اس او حاجة او مش محدد في التسمية. ايه اللي باين منها ده وورك ستيشن ولا آآ عادي. بس مفروض انه محضوط في ايو اسمها ترمينال. يبقى ده جهاز عادي. يبقى ده جهاز وورك ستيشن. طبعا دي فالتت منه لانه مفروض ان التسمية واضحة. انا بحطه في ترمينالز يبقى جهاز ده جهاز عادي. خلينا بس نشوف بقى برضو. قال في حاجة محددة نقرأ بس هو قال ايه? طيب نقول له هو قال لك ايه دلوقتي? قال لك التسمية بعض الاجهزة هو حاسس انها مش مش متسمية صح. آآ يعني لازم تراجع بشكل المستمر لازم ان انت دايما آآ الاجهزة دي تبقى بتاعاتها كويسة الانكريبشن ازا كان فيه الكلام اللي بقى لك فيه ده كله. آآ تمام. يبقى عندك دوكمنتيشن او بالاجهزة لازم ترائبهم انتجريشن ستيبس انكلو ريفيو او 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 دوزاين مزبوط. الاسامي مزبوطة. باستثناء الحاجات اللي هو قال عليها. لازم تنظف بشكل المستمر. الاجهزة. خلاص او الجهاز اللي ماشي من النتورك. لازم تبقى اللي ليه علاقة بالسيكوريتي تطبع على كل الاجهزة العادية. يعني ما قالش شيء جديد قوي يعني. واضح كده انه اه توصيات احنا ماشيين مزبوط. خلينا بس نشوف اخر حاجة قال اينا الراجل. قال لك ايش ناشي. ايش لا او انا مسمي صح. ايش لا او التسمية ماشية مزبوطة انا مش شاب ان في مشكلة في التسمية. واللوكيشن انا حطت لوكيشن او ريدي اه اوبجيكت سايكل نفس الكلام. يعني تقريبا كده الدنيا ماشية مزبوطة. خليكم معايا سوانا يا جماعة. نكمل يا جماعة. فكده خلاص احنا او ريدي اخدنا كل التوصيات من ادوات الزكاء الاصطناعي. خلينا بقى نبتدي في التنفيذ وبعدين هنقف عند الجزئية دي وان شاء الله نكمل الفيديو اللي جاي. هنكاريت الكمبيوترات والسيرفرات. ايه دي الكمبيوترز. طبعا الباس بتاعها وانا رخوا ادي هناك. طبعا نلاحز برضو ان الاسكريبت ده لما بيتنفز ما بيديش او ما بيديش اي 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 اشارة اذا كان الاسكريبت تنفز بنجاح ولا لا. فدي ميزة الاسكريبتات اللي عدلها ادوات الزكاء الاصطناعي ان انت ممكن ان انت اه تفهم ايه اللي سكريبت عامله. ولوج كما ممكن نعمل لوج للسكريبت. اه دي طبعا الاسكريبت اهو. هننفز هما سطرين واحد للكمبيوترات والتاني للروبوتس اللي هو يعني اتنين يا جماعة كمبيوترات عشان بس الواحد ما تلخبطش. طبعا هياخد وقت شوية. لاحظوا ان دي طبعا فيه مسلا متعال في جهاز ولا حاجة فايه بياخد وقت كده. وهنا ما بيبانش اي حاجة اذا كان الاسكريبت نجح او فشل. انا بعرف بس انه مجرد ما بيجيب لي السطر زي ما انتم شايفين كده يبقى كده خلاص مفروض انه خلص. وهروح ابص ادي هوفر كرافت مسلا وادي ترمينالز ادي الاجهزة. اولو واقفت على اي جهاز من جوه. هيديني بتاعه اهو. في اللوكيشن. لاحظوا انه في هوفر كرافت اهو. خلاص وفي لابس بصوا بقى النقطة مهمة جدن في اللابس دي من هنا اهو اقدر اغير Belief gelinvestrator password. اهو. ممكن هنا تغيرها تحط Labse local admin account name password. انت هنا اولو بتحط الجهاز بيبقى داخل النتورت بيظهر The local administrator account name وال password ممكن تcopy password. تشو الباسورد تغيرها كده سهله جدا. ممكن انت تغيرها وت экспير كمان. وده لازم تتغير كل تلت شهور مسلا او حاجة. فديc مهمة جدا ودي موجودة اعتقد في العشرين اتنين وعشرين وموجودة من فترة. بقالها فترة في الاعتقد من عشرين اتنين وعشر ويمكن الف انه ساعتاشر كمان. قبل كده بتنزل كسوفتوير منفصل ووازم تنسطط طبعا السيرفور بس حاليا بقت مع الاكتف دايركتوري. وادي الاجهزة. مكان الجهاز. تمام. وادي برضو اللوكيشن اهو. تمام واللوكيشن برضو. لاحظوا يا جماعة كل ما كانت الحاجة منظمة والتسمية واحدة كل ما دا سهل عليك ان انت تعرف السيرفورات واماكنها من مجرد الاسم. دي اتش س بي اس ام زيرو واحدة دي اتش س بي اس ام اللي هي سيميليشن زيرو واحدة دا دي اتش س بي رقم واحدة. تمام هنفز السطرة دا كمان وعدين نقف عند الحتة دي. دي روبوتس. تمام اتنفزت هنروح بقى نبص برضو على روبوتس تي يا جماعة يعني اجهزة برضو خلاص. هنعمل ريفرش وبعدين نروح نبص بصة. يبقى كده احنا عملنا الروبوتس خلاص. لاحظوا ان بقى ايه موجودة هو. كل بادة طبعا كل ادارة والروبوت بتاعها يعني او الكهاز بتاعها. واللوكيشن. تمام. تمام. ماشي ايه يا جماعة الاجهزة اهي. تمام. فكده احنا خلصنا جماعة كرياتة كل حاجة في الاكتف داريكتري. يوزرز وجروبس وكمبيوترز. وحطينا يوزرز جوه جروبس. احنا كده وصلنا للمرحلة النهائية. طبعا هنقف عند الحتة دي. وهنكمل في جزئية معينة. يعني خلينا نقف معاكو هنا عند الديئة خمسة وتلاتين زير واثنين. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنبتدي نخش بقى في. اه يمكن بقى حتة الجروب بوليسيز ويمتدي نتعمك اكتر. في الانفرستركشور بتاعت الاكتف داريكتري. هنعمل بقى سكريبتات لوجن سكريبتس. وحاجات يعني اشمل واعمل ان شاء الله. اتمنى نكونوا فيديو عجبكو. ما تنسوش اشتركوا في القناة وتفعيلوا جرس التنبيهات. وذلك بلا شك فضلا منكم ليس امرا مني. يا جماعة اللي حاسس انه حابب المادة دي. وحابب يستزيد منها عن طريق ياخد كرس خاص بمقابل مادة معي. تواصل معي على صفحتي على الفيسبوك اي تي فيجوالايزر. او على قناتي على التليجرام اي تي فيجوالايزر. او اه على ميل الشخصي كي اي ار اي اي ام نقطة ار اي او يو اف اي جيميل دوت كوم. او يسيب لي تعليق في الفيديو وانا ارد عليه. شكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة